إذن نتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل افتتاحي بارزا بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج ذلك المشروع الهام إلى النور السيدات والسادة قد استعرضت مع السيد هياشي تطورات العلاقات بين البلدين ولعل من أهم تلك التطورات هو استقناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتين البلدين في 14 سبتمبر الجاري وهو الأمر الذي نتطلع إلى أن يعكس بشكل ملحوظ على حركة السياح اليابانية إلى مصر وعربته كذلك خلال نقاشي اليوم مع السيد وزير الخارجية اليابان عن سعادتنا لاستقناف تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر وتطلعنا لتشجيع شركات القطاع الخاص الياباني لدخل مزيد من الاستثمارات في المجالات الوعيدة المتاحة سيدات والسادة لقد تبدلت مع السيد وزير خارجية اليابان الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك قد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات ولا سيما التباعة الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية تبحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما القضايا الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن كما أطلعت وزير الخارجية على اتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالشأن السوداني وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في 13 يوليو من هذا العام وبشكل عام فقد برهنت المباحثات على تقارب الرؤى البلدين اتجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية حيث اتفاقنا على مواصلة التشاور والتنسيق كما ثمن كل من الجانبين التأييد المتبادل الذي يوفره للآخر في المحافل الدولية المختلفة وإزاء الترشحات الدولية واستمرار العمل على بلورة مزيد من مجالات التعاون سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية يسعدني في الختام أن أؤكد مجدنا لسيد هاياتشي حرص مصر على تعزيز وتعميخ التعاون مع اليابان بما يعكس تميز العلاقات السياسية بين البلدين وثقتي في توفر ذلك الحرص وبذات القدر لدي دولة اليابان الصديقة إذ أجدد الترحيب بضيفنا العزيز والوفد المرافق لما عليه متمنيا لهم إقامة سعيدة في مصر شكرا جزيلا 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 من دواعي سروري اليوم هو زيارتي لمصر الدولة الإقليمية الكبرى في المنطقة وتعد هذه هي الزيارة الأولى منذ أن توليت منصب وزير الخارجية تعد مصر شريكا مهما للغاية لليابان وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي ضوء قيام السيد كيشيدا رئيس وزراء اليابان بترقية العلاقات الثنائية بين مصر وليابان إلى شراكة استراتيجية وذلك خلال زيارته لمصر في إبريل من العام الجاري قمنا بتبدل الآراء بشكل صريح وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا السياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي فضلا عن الأوضاع الدولية والعلاقات الإقليمية والدولية أيضا وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فقد تبحثنا حول العديد من الموضوعات بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزا للتعاون الثقافي بين مصر واليابان وأيضا تبحثنا حول دعم حركة السفن من أجل الملاحة الآمنة في قناة السويس إننا نرحب أيضا بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار المباشر مع مصر وأيضا استئناف رحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة وذلك بواسطة شركة مصر الطيران المزمعة استئنافها هذا الشهر كما أننا سنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصري إن الحرب الروسية الأوكرانية والقرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركته في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره وستستمر اليابان في تواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي وفيما يتعلق بالوضع في السودان فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر بالطبع سوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية كما تشعر اليابان أيضا بالقلق إذا أتدهور الوضع الإنساني في سودان لذلك قدمت حكومة اليابان ما يقرم من 92 مليون دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة ويسورنا القلق أيضا إذا التوترات الشديدة بين إسرائيل وفلسطين كما أننا نقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ومن جانبنا فقد قدمت الحكومة اليابانية مليون دولار أمريكي على شكل منح طارئة من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي على هيئة مساعدات غذائية لفلسطين وذلك من خلال برنامج الأغذية العالمية علاوة على ذلك ومن أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط تركز اليابان بشكل كبير على دور القوات والمراقبين متعدد الجنسيات فبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي أوفدت اليابان أربع ضباط من قوات الدفاع الذاتي وفيما يتعلق بإطلاق المياه المعالجة من مفاعل فكوشيما إلى المحيط أوضحت لمعالي سيادة الوزير سامح شوكري أن إطلاق المياه المعالجة يتم وفقا للمعايير والممارسات الدولية مع اتقاذ كافة احتياطات السلامة الممكنة كما أشرت إلى التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أعرب السيد الوزير سامح شوكري عن تفهمهم في القريب العاجل يُعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي الأول بين اليابان ومصر والأردن وإنني أرحب بهذا التعاون بين الدول الثلاث في هذا الإطار وبالإضافة إلى ذلك يُعقد هذا المساء الحوار السياسي الياباني العربي الثالث في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتفقنا أنا ومعالي وزير الخارجية سيد سامح شوكري على العمل معا كرئيسين مشتركين من أجل إنجاح هذا الحوار السياسي سأوصل العمل بشكل وثيق مع سيادة الوزير لتعميق العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر والعلاقات اليابانية العربية على حد سواء شكرا لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر